أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم مرحبا بكم جميعا في هذا اليوم كنتمنى تكون على خير وبخير الموضوع اللي غادي نحاول نضروا عليه في هذا الفيديو هذا وهو الإطراء غير المشروع كشم بكتعرفوا أنه دير واحد نقاش مؤخرا في البرلمان المغربي لمناقشة الإطراء غير المشروع لكيلقى واحد المعارضة شريسة من طرف برلمانيين ومن طرف وزراء ومن طرف مسؤولين مغاربة ماذا يعني هذا هذا يعني على أنهم يدافعون على الإطراء الغير المشروع مدام أنهم يرفضون يعني المصادق على هذا القانون اللي يرفضوا تطبيق هذا القانون مغرب كيف يعني هذا يعني على أن الناس اللي يرفضوا هذا القانون يعني هما يعني يحققون من الطراء الغير المشروع هذه هي هذه القصة وهذه هي الحكاية واحد إنسان يرفض واحد القانون ماذا يعني؟ كيف يعني أنه يستفيد من من الطراء الغير المشروع كيف ما كان عارفه في المغرب اللي من جات واحد ظاهرة من تمانينات إلى يومنا هذا اللي ظهروا ظهروا واحد نوع من الأترياء في المغرب ظهروا واحد من نوع من الأغنياء في المغرب اللي كان سبب الطراء ديالهم وهو الطراء الغير المشروع يعني كتلقى لإنسان تكون مثلا أستاذ جامعي كيمشي كي يولي برلماني ولا كي يولي وازير من اللي كتسالي المهمة دياله في الحكومة تيخرج إنسان لابس عليه بالمعامل بالعمارات بالبطويات يعني هذا الشي اللي واقع في المغرب يعني هذا هو هذه الفئة اللي بدأت كتبان مؤخرا ولا كتب من الثمانينات التي تكون تروى من الفسن هذا الشي اللي كانش مؤخرا كي الواحد بالنقاش في البرلمان هناك بعض الناس الذين يطالبون بالمصادق على هذا المشتروع ولكن الأغلبية الأحزاب ولو المزارة ولو المسؤولين في المغرب إنهم يرفضون المصادقة على هذا المشتروع تيقول لك وديهوة ما كاملش كيفش ما كاملش تيوقس دياله نحن مخصنش الحبس لننخلصه غير ضاعرة هادي واسد يدوك الناس اللي رافضين هذا المشتروع تيوقس نحن ماشي ضد المشتروع نحن مخصنش نحكموه بالحبس لأنه يعني واحد واحد كيسرق الملعام واحد كون تروى من الملعام ولكن نجوه في الأخر ونقول له لا أنتا مغادش نحاكمه غادي تخلص غير ضاعرة يدوك من اللي قطلب واحد كون تروى وغاد يجي تخلص غير ضاعرة وماذا تعني؟ هناك تشجع تشجع الإطراء لغير المشتروع من اللي قطلب واحد يقول له انتا راك سرقتي الملعام واذا تبنوها راك تخلص ضاعرة كل شيء يديرها ولكن إذا كانت العقوبة الحبسية أو العقوبة في السجن لمدة من خمس سنوات لعشر سنوات حتى العشرين سنوات بطلب شي واحد مثلا يبقى أنه يقلب إطراء غير المشتروع لأن من اللي غي يشوف أنه يتجنوا النادي كيف مكانش مؤخرا في المغرب ديك الظاهرة لأن المسؤولين يكتبون الأبلاك ديالهم هي إما الأبلاك ديالهم اللي تكونوا موصلوا حتى سن الرجل ولا تكتبون النساء ديالهم ولا تكتبون العائلة ديالهم في غياب المراقبة وفي غياب محاسبة والدولة والنيظام وكل شيء يدير عين بك وكيف مكان عرفوها هذا الظاهرة يعني منتجها في المغرب منذ زمن بعيد ولكن شكرا هناك من هذا الظاهرة هو الشعب المغربي لأن الشعب المغربي هو الذي يدفعه الفاتورة لأن الشعب المغربي هو الذي يدفعه الضرائب ولكن هما لا يهتمون بهذه المسائل كتدخل عنده البرو كتلقى معلق تصاور ديال الماليك ومعلق الراياة ديال الماليك ولكن هو أكبر شفاء هذا الخبر تقول لك هذا عمر الشرقاوي اللي هو أستاذ العلم السياسية تقول لك مدت الإطراء غير المشروع كما وضعت الحكومة جاءت بدون أنيام وهي لا تعد أن تكون غمداً بلا سيف ومع ذلك وجدت مقاوة مشاريسة من طرف برلمانيين ووزراء وأمنا عامين سمعته هذا هذا القانون اللي جاء لمحاربة المشروع لقى واحد المقاوة مشاريسة من طرف برلمانيين ومن طرف وزاراء ومن طرف ومن طرف أمنا عامين ديال الأحزاب بالكوة تعيش فرق الأغلبية على وقع خلافة كبيرة خصوصاً بعد أن أعلن الفريق البيجري بمجلس النواب سحب تعديل حول مادة الإطراء غير المشروع كان قد اقترحه بمعية باقي فرق الأغلبية وقال رئيس الفريق مصطفى الإبراهيمي أن هذا السحب يأتي بعد استفادة كافة السبول بعد استفادة كافة السبول للتوافق على تهديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفسد ما يريدون هذا الناس؟ صافي يريدون المغرب يبقى بحالك بدون قانون بدون ردع للإطراء الغير المشروعي يعني يريدون القادية يبقى بحالك يريدون هذا يريدون أن يريدون أن يريدون السياسيين وقطع الطرق غير يقطع الطرق يمشون يخدمون السيوف أو يشرمون بنعدم والسياسيين يخدمون القوى لديهم يعني يوجدون الناس قطع الطرق والسياسيين لا يوجدون فرق بيناتهم لو كان في المغرب مثلاً لو كان في المغرب سنمشون وعند السياسيين يقولون كيف لا تدخل مثلاً كنت أستاذ ولا كنت موظف أو إدارة ستخرج سترجع للخدمة ويبقى الصريح هذه هي خدمة الصريح العام ليس خدمة الصريح العام هي أنك تمشي خدمة الصريح العام وهي تكون عندك واحد المبادرة الشخصية أنك تبقى تخدمة الصريح العام ويجب أن يكون مقابل ولكن تملي تحترف السياسة غير لكي تأخذ المقابل وإمتيازات 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 والسيارات توقع لا تبقى خدمة الصريح العام ويجب أن تكون خدمة المصلاحة على الخرصة هذا هو المشكل الذي كان في المغرب البلوكاج الصامت منذ أربع سنوات بمادة من أين لك هذا يضيف أشتر قوي ويظهروا أن الفساد السياسي بسط هيمنته وأطلق رجليه لدرجة أصبح يعارض حتى إرجاع التاريخ غير المشروع للأموال المكتسبة بطرق غير القانونية للدولة دون عقوبة حبسية إننا أمام خراب النخبة يا سادة وفق تعبيره لذلك لذلك هذا البرنامانيين وهذا المعارضين وهذا الناس الذين يعرضوا هذا القانون يقولون لذلك 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 القانون الجنائي تحت عدد 256.8 ويحملوا عنوان الإطراء الغير المشروع على أنه يعد مرتكباً لجريمة الإطراء الغير المشروع ويعاقب بغرامة مئة ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقاً للتشريع الجريبي للعمل تبتا بعد توله للوظيفة أو المهمة أن دمته المالية أو دمته أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقاً من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعنى بالأمر بعد صدرها القانون مقارنةً مع مصادر دخلي المشروعة ولم يدلي بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة ولا أشيء عادي واحد إنسان اللي كيدخل مثلاً إنسان يعني واحد الوضعية نهارك يخرج يخرج ولاده نهارك يخرج من الوظيفة مثلاً البرلماني أو الوازير تكون أولاده عندهم معامل وعندهم شركات ولم يأتي العباد يرمي أين لك هذا أو من جبتي هاتشين ولم يأتي محاسبة نهارك يخصد القانون يتطبقون ولكن لا يخدمهم لأنه هذا أول يجبكم تعرفون في المغرب في المغرب هذو الناس اللي يحترفون السياسة هذو الناس اللي في قبة البرلمان لا لا يمشون لخدمات لخدمتك أيها المواطن ومشون يخدمون لمصلحتهم ولمصلحة أبنائهم وعائلتهم كي يدابزوا ويتقاتلوا وليس لمساعد الشاب لا يكون شيء قانون إلا ما كان يخدمهم لا يرفضوه إلا كان شيء قانون ضدهم ولكن شيء قانون الغد يوقف ضدهم لا يرفضوه يعني هذا شيء عادي النفل بغريم وتضيف الصغة التي جاءت بها الحكومة السابقة وعلاوة على ذلك يجب في حالة الحكم بالإدانة الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية هذا شيء لا يوجد وعلى أي شخص وعلى أي شخص معنا شيء أحد أحصل مثلا وصارق المال العام ويطالب محيز ومنعه ويخدم في الوظائف العمومية هذا شيء من القانون أنه تلعقها برصرقة المال العام من أكبر الجرائم على وجه الأرض من الرغمين محيز على الأرض ومحيز المال العام ومحيز وعلى أي شخص يتبرب يتكلم من الرغمين يتحلق ولكم على الأقل ما يبقى شي واحد يفكر يسرق المال للهام وما انتنا جيتي تقول لي غادي نحايد لي الفلوس غادي نحايد لي الفلوس ولما يقلت يخدم في الوظيفة العمومية ما يقالون هذا تخرى بيق وصاوي لك وتنص التعديل التي جاءت به الأغلبية على أنه يعد مرتكبا لجريمة الإطراء غير المشروع ويعاقب بغرامة 100 ألف إلى 100 مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريح الجاري به العمل وكل آمر بالصرف إذا تبت للمجلس على الحسابات بعد نهاية توليه الوظيفة أو المهمة أن دمته المالية أو دمته أولاده القاسرين الخاضرين على التصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة وتضيف الأغلبية انطلاقا من التصريح بالممتلكات التي أودعوا المعنى بالأمر بعد صدر هذا القانون مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع مصرح به من دخل ولم يدلي بما يثبت المصدر المشروع تلك الزيادة نفسه نورمال شخص عنده وحد طربة هائلة وما عنده المبررة من يجاته نورمال بحث يتحزن وبحث يمشي الحفزه يتحايد له على العكس فرق الأغلبية التي اقترحت الاكتفاء سمعوا فرقة الأغلبية اقترحت الاكتفاء فقط بالغرامة عشتو هذو جماعة شفارة الأغلبية دي شف البرنامج يقصد ما مع واحد وشوفو راك يعرفوه الجريمة يعني اشنو الحكم على واحد اشترق شي حاجة شفار شي واحد حصلته شفار كمشي يتحكم كمشي لحبسيهك ولكن هذو اللي برلمانيين ومسؤولين كبارتين يقول لا ما بغيناش تسيدي حنايا لحبس يالك تسيدي الاكتفاء فقط بالغرامة في مواجهة مرتكبي جريمة الإطراء غير مشروع طالب الفريق الاستقلالي في التعديلات التي وضعها على القانون الجنائي بسج المرتكبين من 5 إلى 10 سنوات وتغريمهم 100 ألف درام إلى مليون درام هذا الفريق الاستقلالي يأخذنا لنطبق العقوبة السجنية قلت هنا ودفع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميل على تجريم الإطراء غير مشروع في مشروع القانون الجنائي معتبرا أن هذا التجريم سيمنح الدولة إطارا قانونيا فعلا لمحاصرة ظاهرة الفساد وسيعطي قيمة فعليا للتصريحات بالمتالكات داعيا إلى الاقتضاء بالقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي ينصه على تتبع تروة القضاة هذا الشيء الغريب الذي يريد أن يتفهمني هنا لماذا دائما الملك يدخل في أي صغيرة وكبيرة ولماذا لا يدخل في هذه القادية لماذا لا يدخل مثلا لذلك الملك عنده السلطة الكاملة أنه يقبل أو لا يرفض أي قانون لماذا لماذا لا يشترى هنا؟ هناك نكتب النية من النظام المغربي كله نظام المغربي كله لذلك ما يفهمه المغاربة؟ أنه النظام المغربي كله تسيره واحد طبقة واحدة من الملك حتى المسؤولين حتى دق البياض كلهم يتفقون على صريقة المغاربة ويتفقون على امتصاص الدماء المغاربة يعني هذه هي الفكرة التي يختمها موال المغاربة ولم يمكن أن يشتغل إطراء ولم يمكن أن يتحقق المساواة وحتى وحد القانون بعدها كينديا لماذا مثلا أنهم لماذا 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 يرفضون تجريم ويرفضون العقود استجنية للإطراء غير المشروع ولكنهم يشجعون على سجن كل من ينتقد المالك هنا في غير تبليكم القادرة وهنا في غير تبليكم يعني الدولة المغربية في الموصلات كان نود كان رفض تجريم وسجن واحد سرق المال العام ولكن كان نود كان غوت في البرلاعماء وتنقول لا خصنين سجن كل من يشتغل مقدسات وش سرقة المال العام ماشي مقدسات وش سرقة المال المغاربة ماشي مقدسات وش سرقة دماء المغاربة ماشي مقدسات ولا واحد مثلا يكتب بوص فيه وكل نود ونحاكموه ولكن واحد يسرق المال عام وبنر وطيلات ودار ودار لاحظ هذاك ما ما سب مواله هذاك معلقة الرعيات المالك معلقة صورة المالك ومعلقة صورة دي الولد المالك معلقة صورة دي ابنت المالك في بلود ياله وتي يقول لك عشى المالك والله الوطن على المالك في هذه الشعارات لا يجب أن يتحاكم لماذا؟ لأنه تابع المنظومة يعني لا يجب أن ترى القادرة للنظر المغرب يعني أنا كتبالي يعني اللعبة كلها ملعوب لأن لكي تقول المالك المالك عنده الحق يدخل في أي قانون لماذا لا ينطسي لي يقول لهم يقول لهم ما هذا كل ما في البرلمان هذا القانون يجب أن يدوز اليوم واسنه وعليه ويقال قانون مزيان ما هو؟ لأنه يحارب الفسد في المغرب بهذا القانون يحارب الإطراق غير المسروع لماذا ينرفضه لأنه سنة أن يأتي أحد البياضق في البرلمان يأتي وهو ما يقرروا وليس يصادقوا عليه وهو هذا القانون لا يهمش غير الحكومة ولا يهم البرلمان ولكن يهمش شعر المغربي كله عامة هذا هو المشكلة في المغرب حسنا يا إخوة والأخوات تبارك الله عليكم ومشانا نقول لكم لا يعهم تلاو لا لا يبقى معي